في كل العالم تراجع الحديث عن فيروس كورونا واحتلت مواضع أخرى مساحة أكبر من الاهتمام إلا في الصين التي تلهث السلطات فيها لتحقيق سفر كوفيد سفر كوفيد سياسة تطبق من خلال فرض عدة إغلاقات عامة عند رصد إصابات بالوباء وإجراء فحوص دورية شبه إلزامية بالإضافة إلى فرض حجر صحي وإغلاق مفاجئ لمصانع وشركات بيكين تواصل خطتها في مواجهة الفيروس لكن الثمن باهض جداً وتأثير الخطوة على الاقتصاد واضح بجلاء مشاكل اقتصادية حادة تعاني منها الصين بعد توقف النمو وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ببلوغه مشارف العشرين في المئة في يوليو محطماً الرقم القياسي للشهر الثالث على التوالي ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه آثاراً شديدة للجفاف الاقتصادي قطاع العقارات الواسع النطاق يشتكه والآخر من عواقب تراكم الديون من جانبه عرف نمو الصادرات طباطؤاً كبيراً هذا الشهر كما سجل الاقتصاد الصيني نمواً بأبطأ وتيرة منذ عامين بنسبة بلغت 0.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري السلطات الصحية الصينية أغلقت ما يزيد على 74 مدينة منذ أواخر الشهر الماضي الأمر الذي أثر على أزيد من 313 مليون نسمة وفقاً لإحصاءات حكومية بنكو جولدمان ساكس قدر الأسبوع الماضي أن المدن التي تأثرت بعمليات الإغلاق تمثل 35% من الناتج الإجمالي للصين القيود الأخيرة تظهر موقف الصين المتشدد في القضاء على الفيروس بتدابير رقابة شديدة رغم أضرارها على الاقتصاد في خطوة تبدو فيها بيكين مستعدة لاستيعاب التكاليف الاقتصادية والاجتماعية في حين يراها البعض قرارات تحمل دوافع سياسية قبيل عقد مؤتمر الحزب الشعبي الحاكم الشهر المقبل وهي مناسبة لفوز تشي جين بينغ بولاية ثالثة بلال البجديني الحدث